طبعا في نهايات كأس العالم للشباب عام 1989 في الطائف تم اختياري من قبل المساعدين المدربين في منتخب برشلونة من منتخب إسبانيا اللي يضمون أيضا من مساعد مدرب في نادي برشلونة فتم الاختيار علي من خلال المباريات اللي لعبناها أو مجموعتنا بالطائف فكانوا مركزين علي في هذا الوقت وتم عرض علي عقد احترافي من برشلونة في وقتها كانوا كويمان وروماريو وسوائيشكوف هم المتواجدين وأنا رابعهم في ذلك الوقت يوهاني كرويف كلمني بالسعودية وطلب أن أكون متواجد مع المنتخب الكتالوني المشكل مع ثلة من النجوم الكبار فبعد رجوعنا للعراق صارت أحداث كثيرة بالعراق تعرف أنت يعني أنا ما أريد أدخل تفاصيلها لكنه الحكومة في وقتها يعني ما قالوا أنه ثروة وطنية لا يمكن استغناء عنها وفي وقتها يعني تعرف أنت تاني بعدني شاب عمري 19 سنة فقلت يعني العمر قدامي طويل ادخل بيك كريم الملة الله يذكره بالخير كان هو أيضا صار رئيس الهيئة لحيئة شباب ورياضة ما كانت وزارة ففي وقتها قعدت وياه وقال لي إن شاء الله أنا أحاول أنه أحلح الأمور وتسافر لكنه في وقتها النظام السابق ما ما وافق عليه احترافي ويعني باعت كل الأمور بالفيشل في تلك الفترة وبعدها بال93 رحت إلى نادي الوكرة للاحتراف كأول لاعب عراقي يحترف في الدور القطري